بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة طالبات المدارس الثانوية الزراعية مجال الإنتاج الحيواني والداجني أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من مادة الأغنام والمعز في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن إزاي نكون قطيع الأغنام والمعز إن شاء الله في هذه الحلقة هنشوف بعد ما كوننا قطيع من الأغنام والمعز نشوف المسكن اللي هو هيبدأ أن أنا أسكن فيه هذه الحيوانات هل أسكن فيه مساكن عشوائية بالنسبة لهذه الحيوانات هل المسكن دوت يتوفر فيه مجموعة من الشروط اللي هي الموجودة أيضا هل الموقع اللي أنا أصلا هدخل فيه هذه الحيوانات أو البيئة اللي هي موجودة مناسب مع تربيت الأغنام والمعز ده إن شاء الله إحنا هنحاول نشوف مساكن أنواع حيوانات الأغنام والمعز اللي هي موجودة عندي هنشوف أنواع الحزائر هل فيه حزائر مقفلة هل فيه حزائر نصف مقفلة أو نصف مغلقة هل في حزائر عندي حزائر مفتوحة طيب الحزائر اللي هي موجودة عندي فيها لها حجرات أخرى تالي هذه المساكن في عندي حجرة للمعزل يعني عزل هذه الحيوانات في مكان لعملية التقليم والقليم الأزلاف في مكان لتعملية اللي هو الجزل الأغنام والمعز إذن في عملات فنية بتتم داخل مزارع الأغنام والمعز من واقع هذه العمليات بقدر إنما أوصف شكل المسكن وأقدر أحدد متطلبات مسكن الأغنام والمعز كذلك إن في عندي أماكن لتخزين الأعلاف سواء كانت أعلاف خضراء مالئة أو أعلاف جافة لازم يكون في مجموعة من الحجرات موجودة بجانب هذه المساكن أو المساكن بتشمل كل هذه الملحقات اللي هي موجودة عندي فأول حاجة عندي من مساكن الأغنام والمعز أشوف اختيار الموقع اللي أنا هبدأ ربي فيه أو هنشئ فيه مزارع الأغنام والمعز الموقع ده لازم يتوفر فيه مجموعة من الشروط أول شرط عندي بعيدا عن المزارع الأخرى اللي هي قريبة من الأغنام والمعز عشان منع لانتقال الأمراض أو منع لانتقال الأوباء موجودة عندي من مزارع إلى أخرى كذلك يكون قريب من الأماكن العامة أو من المرافق العامة اللي هي موجودة زائد إنه يكون هذا المسكن محمي من الطيرات الهوائية سواء كان محمي عن طريق أشجار أو عن طريق إنه هو مصدات رياح لهذه المساكن طب الشرط الثاني في مساكن الأغنام والمعز اللي هو شروط التصميم بتاع أغنام والمعز لازم يكون في عندي عملية البساطة في التصميم وفي نفس الوقت كل التكليف للإنشاء لهذه المساكن زائد إنه يكون بعيدا عن المناطق البوءة بالحشرات ما نشئش مسكن للأغنام والمعز في منطقة فيها قزورات أو منطقة مرتفعة في البيئة الأمراض اللي هي زي البرك والمستنقعات موجودة لازم تبقى بعيدة عن هذه الأماكن عشان منعا لانتشار الأمراض أو منعا لانتقال الأمراض من هذه الأماكن الموبوءة إلى داخل عندي داخل القطيع أو داخل المزرعة يبقى دي كلها براعيها مجا صمم أو إنما أشوف شكل هذا المسكن إنه يتلاءم مع الظروف البيئية الموجودة عندي سواء كان في الموقع أو في تصميم شكل المسكن أو الظروف الجوية اللي هي المحيطة داخل المزارع الأغنام والمعز لو في عندنا رب الأغنام والمعز في منطقة باردة لازم أقفل الجانب اللي هو الجهة الشمالية عشان الرياح اللي هي موجودة أو اللي هي بتيجي منها البرودة بتاعت الجو أو شدة الرياح اللي هي موجودة أو أقفل الجزء اللي هو الغربي من الحزيرة دي كلها براعيها إما جي أأسس أو إنه جي صمم مساكن الأغنام والمعز كذلك التزليل بالنسبة للأغنام والمعز عشان عملية الحماية من الشمس والحماية من الأمطار في فصل الشتاء زي إيه تاني عندي إقامة الأصوار حول هذه الحزائر يلازم أحمي الحيوانات اللي هي موجودة أو القطيع اللي الموجود من الحيوانات اللي هي المفترسة فلازم أنشئ المسكن بما يتلائم مع الأغنام الموجودة أو بما يتلائم مع المعز اللي هي موجودة لو أنا هربي أغنام بس يبقى أنا أرفع ارتفاع المسكن للأغنام واحد وربع متر يعني متر زائد إننا الأغنام إنها بتقدرش إنها تتسلق أكتر من ارتفاع متر لكن أنا وعندي هربي معز وأصمم نموذج لي تربية المعز إحنا عارفين إن المعز بتتسلق الأشجار فبترفع الكمة الأمامية بتاعتدي المعز وممكن تقدر تخطي هذا الصور يبقى لازم أصمم الصور بتاع الحزيرة أو الصور بتاع المسكن بارتفاع متر ونص عشان أقدر أتغلب على إنها ما تقدرش إنها تاسب أو إنها تنتقل من حجرة أو من حزيرة إلى أخرى في داخل المسكن زائد إيه عندي تاني؟ في الجهة البحرية إن أنا فيها حاجات بصممها للمساكن زي مبنى مثلا إدارة مبنى الإدارة لازم أخلي مبنى الإدارة اللي أنا حدير به داخل القطيع في الجهة البحرية للمزرعة ما أقدرش أحط الجانب اللي هو في الجانب الإبلي اللي هو مسكن الإدارة يعني في عندي روائح بتنبعج أو بتظهر من تربيت الأجنم والمعز إلا بتنعكس على الجانب الإداري اللي هي موجود فلازم أخلي حجرة الإدارة بتاع الأجنم والمعز في الجهة البحرية يعني فوق الريح زي دي عندي تاني المخازن اللي هي موجودة في عندي مخازن الأعلاف الخضراء في عندي مخازن الأعلاف اللي هي المالئة زي الأش الأرز أو زي الأدبان أنا طبعا عندي بغزي المعز على الأدبان اللي هي التبن الأحمر اللي هو التبن البرسيم زي دي التبن الأخضر اللي هو التبن الفون ده النوع من الأعلاق اللي هي الجافة المالئة اللي بقدر بضفها على بقية العلاق المركزة اللي هي موجودة سواء كانت نخالة سواء كانت درة صفراء سواء كان شعير أو أي نوع من أنواع البزور اللي هي موجودة اللي بتغز عليها الأغنام والمعز فبنشئ برضو حجرات لتخزين هذه الأعلاف سواء كانت أعلاف مركزة أو الأعلاف الخشنة المساكن دقا بالنسبة للأغنام والمعز أيضا الحزائر هل الحزائر مقفلة هل الحزائر مفتوحة هل الحزائر نصف مقفلة ده بتلائم مع القدرة المالية أو احنا قلنا في الحلقة الماضية أن في عندي مجا كون القطية في مجموعة من المحاور في عندي رأس المال بالنسبة للمربي هل هو عنده رأس المال مرتفع عالي يقدر يوفر الظروف البيئية المحيطة بتربية الأغنام والمعز إذا كده عنده قدرة مالية عالية فبالتالي بيرفع من تأسيس المساكن اللي هي موجودة نظرا للظروف اللي هو الموجودة معها ارتفاع قدرة المالية لكن في واحد مبتدئ بيحتاج إلى عملية البساطة في الإنشاء في البداية ومع تغير الظروف في داخل المزرعة بيبدأ يحسن من وضعه ويحسن في شكل المسكن بالنسبة للحزائر زي أنه فيه عند حزائر مقفلة الحزائر المقفلة دي بستخدمها لو أنا جئت في منطقة فيها زئاب مفترسة أو حالات مفترسة فلازم أعمل عملية قفلة لهذه الحزائر يبقى حزائر من نوع اللي هي مقفلة وغالبا بعض الفلاحين بيعمل حزائر مفتوحة أو بيدخل القطعان اللي هي الأغنام والمعز مع القطعان الأخرى بنقول عليه أنه قطيع محمل إذن فيه عند بساطة فيه عملية التركيب فيه عند بساطة فيه عملية الإنشاء فيه عند بساطة فيه عملية التنفيذ بالنسبة لمساكن الأغنام والمعز وقلنا بتختلف ارتفاع المسكة الأغنام واحد وربع ومساكن المعز عن واحد ونص متر دي المسافة اللي هو بيقدرش أنه الأغنام تقدر تاسب أو تقدر تأزح أو تعدي الصور من الأغنام والمعز فيه عند برضو أماكن كتيرة جدا في داخل المساكن زي عند المعزل وزي عند المغتس وزي عند حدو الشورب دي كلها الأماكن المهمة موجودة المعزل إيه اللي بيحصل فيه المعزل؟ المعزل دي عبارة عن حجرة بيتم معازل الأفراد المريضة أو الأفراد اللي هي ألم دخلها من داخل القطيع من الخارج أو المجأة الشيء الحيوانية لازم فيه عندي حجرة بخليها مكان للمعزل ما أدالش أدخل الأفراد اللي هي الجديدة على باقي الأفراد اللي هي موجودة لحد ما اختبر الأفراد دي من المحية الصحية العامة من المحية البيطرية اللي هو الحيوان ده مصاب ولا الحيوان ده عيال ولا الحيوان ده فيه إيه بالظبط يبقى اختبرت هذا الحيوان اللي هو عملية حجر لهذا الحيوان قبل ما دخلوا على بيت أفراد القطيع يبقى أنا بخصص قدر عندي أو حجرة عندي لي اسمها المعزل عشان أحجز فيها الحيوانات قبل دخولها إلى المزرع إذا ده عندي فيه عملية الولادة يبقى إذا فيه بخصص حجرة للولادة لهذه الأغنام والمعز الأغنام الصغيرة الضعيفة لازم أعمل لها مكان للعزل أو حجرة خاصة للولادة عشان يقدر هذا المولود يتكيف مع الظروف البيئية اللي هي موجودة مقدرش أدخل هذا المولود على باقي أفراد القطيع مباشرة فبالتالي بأعمله حجرة اسمها حجرة الولادة أو إنه اللي بستقبل فيها الموليد اللي هي حديثة زائد فيه عندي حاجة اسمها المغتص يعني إيه المغتص أثناء عملية جز الأغنام أو قبل عملية جز الأغنام في عندي حجرة هذه الحجرة اسمها المغتص أو مكان بجهزه للأغنام بإسمه المغتص بضع فيه المياه وبضع فيه المواد المطهرة وبالتالي أننا بنزل الأغنام اللي هي هتخش فيه مرحلة الجز عشان أقدر أتخلص من الكاثرات اللي هي موجودة على الصوف هذا المغتص بيكون ارتفاعه حوالي متر ونص وفي نفس الوقت بيبقى مليام بالمية ولوه سلم نزول وأيضا فيه سلم خروج عشان الحيوان ينزل من باب السلم اللي هو الدخول ويخرج من باب السلم اللي هو الخروج في اللحظة دي يقول الحيوان اتزال الكاثرات اللي هي موجودة عنده وببدأ أجف في هذا الحيوان ويخش فيه عملية الجز معنى ذلك أن فيه عندي المغتص موجود زي حوض موجود زي حمام سباحة اعتبره زي ما انت عايز تعتبره أما فيه عندي حوض تاني حوض الشرب اللي هو موجود بالنسبة ليه الأغنام والماعز ده بيكون مرتفع عن سطح الأرض بارتفاع حوالي 30 سنط لأنه عندي ارتفاع الأغنام والماعز حوالي 50 إلى 70 سنط يعني عمرها تتعدى المتر يبقى هذا بنشئ الحوض أو بصمم الحوض اللي هو حوض السائي على ارتفاع 30 سنط وعرض هذا الحوض بيكون حوالي 60 سنط فيه امتداد أو طول متر يبقى ده تصميم شكل حوض الشرب زي فيه عندي تاني ايه فيه حاجة اسمها اقتصاديات مزارع الأغنام يعني ايه أنا عندي كلمة اقتصاديات يعني فيه عملية دخول فيه عملية شراء فيه عملية بيع فيه حركة بداخل القطيع يعني اشوف اقتصاديات لهذا القطيع ما جاء انشئ هذا المشروع في المزارع أو في الأراضي اللي هي الصحراوية الجافة باختار النوع المناسب للانتاج في المناطق اللي هي الجافة نفترض ان فيه اغنام وماعز لا تستطيع انها تعيش في الاماكن اللي هي الجافة اللي هي موجودة او مناطق الصحراوية يبقى فيه بعض او اصناف من الهنسلات الاغنام والماعز بتقدر تتكيف مع المناطق الصحراوية زي عندي الاغنام اللي هي البرئ الاغنام البرئ اللي هي موجودة زي فيه عندي اغنام اللي هي اغنام الماعز الوحاتي تقدر هذه الماعز تنطلق في البيئة اللي هي الصحراوية اللي هي موجودة تقدر تتكيف معها لكن انا ما اقدرش اجيب ماعز انجلولوبيان او اغنام زي الاغنام السفولك او الاغنام اللي هي المارينو وحطها او اضحها في المناطق اللي هي الصحراوية يبقى اذا اشوف البيئة اللي هي موجودة عندي فما جاء كم المشروع باختار النوع المناسب للبيئة اللي هي موجودة عندي لو كانت بيئة صحراوية أشوف الأغنام والماعز أو أنواع الحيونات اللي تقدر تتلائم مع البيئة الصحراوية زي عندي أغنام البارئ أغنام البارئ تقدر تعيش في المناطق اللي هي الصحراوية أو في المناطق اللي هي جبلية زي عندي المعز الجبل الموجود هذا المعز بيقدر يتسلك الأشجار أو بيقدر يتسلك الجبل والارتفاعات لأن البيئة عندي بيئة صحراوية وبيبدأ أنها تغزى على بقايا الحجاش اللي هي موجودة اللي هي نتجة عن طريق الأمطار وفي الصحراء فهذه المعز بتقدر أنها تسير إلى مسافات بعيدة وفي نفس الوقت تقدر تتسلك الأشجار أو تتسلك الجبال اللي هي موجودة بحثا عن الغزاء أو عن الرعي بالنسبة للأغنام والمع كذلك بختار النوع ثم براع الظروف البيئية المحيطة بالمنطقة اللي هنشئ فيها هذه المزارع أو إنما هشوفه عملية الاقتصاد بالنسبة لتربية الأغنام والمع زائد اختيار العمالة الفنية الأمينة يعني لازم يكون العمالة الفنية اللي أنا هختارها لازم يكون أمينة على القطيع اللي هو الأغنام والمعز لأنه طبعا أنا بس رحفقة داخل الأرض أو برعة داخل الأرض بالنسبة للأغنام والمعز ما سيبش الأغنام والمعز لوحدها وابدأ أن أنا قاعد في مكان ضل والأغنام تكون موجودة لا فيها عملية ولادة ممكن تكون موجودة في فتك الزئاب اللي هي موجودة إذن كده بختار العمالة الفنية الملائمة واللي هي ذات خبرة في قيادة قطيع الأغنام والمعز أو تربية القطيع بالأغنام والمعز زائد فيه عندي عملية ولادة بالتم في داخل هذا القطيع لو أنا عندي مثلا فيه قطيع رحال هذا القطيع بينتقل من المنطقة إلى أخرى بحسن على الغزاء اللي هو موجود فلازم يكون فيه عندي عمالة فنية أمين لأن فيه ولدات ممكن تحدث أثناء خلال فترة النهار يبقى أنه هو بيقدر يشيل هذا المولود أو أنه يقدر يشوف الأغنام اللي هي بتضع ويسهل لها عاملة الولادة عشان كيف يقول عمالة فنية الأمينة لداخل قطيع الأغنام والمعز لو حصل أي فقد في داخل الأغنام والمعز بيرجع إلى العمالة الفنية اللي هي الأمينة اللي هي بتدير قطيع الأغنام والمعز زي عندي أننا من ضمن الاقتصاديات اللي هي بتربية المشروع شراء الحيوانات في أوقات يكون منخفض فيها السعر لأننا بتكلم عندي فيه اقتصاديات ما جيش في فترة زي مثلا فترة اللي هي الأعياد أو فترة المواسم وأبدأ أننا الشركة طيع من الأغنام والمعز هيكون السعر مرتفع فيتخير الوقت الملائم لشراء الأغنام والمعز بيكون فيه العرض كتير والطلب على هذه الحيوانات بيكون طلب قليل فبالتالي بينخفض سعر هذه الحيوانات لكن لو جدا خللت فيه خلال المواسم والأعياد عشان أشتري أو أكون قطيع لأننا اللي بتكلم على اقتصاديات النهاردة هشتري مثلا خروف بحوالي 3000 جنيه أو 2000 جنيه عشان خطر أنا سمينه باشتريه فيه وقت مثلا زي وقت التسمين اللي هو وقت إنه هو وقت عاملة الزبح اللي هو في الأعياد هتلاقي سعره غالي لكن أنا مجد أشتريه هذه الأغنام والمعز في بداية دخول الشتاء يعني فيه أكل موجود فيه أعلاف خضراء موجودة بيكون سعره قليل أو إن أنا باشتريه في الفاصل بين الشتاء وبين دخوله الصيف بتلاقي العرض كتير والطلب على هذه المعز أو الأغنام بيكون قليل ده من ضمن اقتصاديات إن أنا أشوف الإمكانيات المربية اللي موجودة عندي وشوف ظروف لأنني لو اشتريت حيوان سعره غالي أنا هبقى أعرف أتصرف فيه هذا الحيوان إزاي يبقى دي من ضمن الاقتصاديات إن أنا باشتري الحيوانات في أوقات منخفضة في السعر في الأسواق توفير المواد الغذائية المتواضعة يعني إيه توفير المواد الغذائية المتواضعة فيه عندي من تربيت الأغنام والمعز إن فيه بعض العلاق مرتفعة في السعر مرتفع غالي فنما كون عليك متوازنة في داخل القطيع من داخل المزرعة عندي واعتمد عليها زي السلاج ما اعتمد على تغذية الحيوانات الأغنام والمعز من السلاج أو من بقايا المحاصيل اللي هي موجودة عندي بخلاف إن أنا أعتمد على شراء هذه الأعلاف وهذه المستلزمات الإنتاج من الخارج فبالتالي بيرتفع البصرفات وفي نفس الوقت بتقل الخفاض الأرباح اللي هي موجودة عندي لأن أنا بتكلم في اقتصاديات يعني إيه إن أنا عايز ربح أنا صرفت قدي إيه وطلعت من داخل هذا القطيع قدي إيه دي شما أقول لها اقتصاديات تربية الأغنام والمعز يبقى أنا بوفر المواد الغذائية الموجودة عندي أدبان موجودة طبعاً احنا عارفين الأغنام والمعز بتتغذية على التبن اللي هو الأحمر أو التبن الأخضر اللي هو تبن الفو لكن التبن الأبيض اللي هو تبن البرسيم لا تستطيع الأغنام والمعز التغذية عليه لان قابلتها على تناول الاتبان اللي هي موجودة اللي هي البيضاء اللي هو تبني الامح بتكون ضعيفة بعكس اللي نسبة البروتين مرتفعة بتلاقيها فيه البرسيم اللي هو الاحمر او تبني برسيم الاحمر زي التبني اللي هو الاقدر او تبني الفول بتصل فيه نسبة البروتين الى 3 الاربعة في المية كذلك فيه تبني السيمسون كذلك فيه جامعة ادوعة او تبني الكتان او تبني فول السوية كل اللي دي مواد غذائية بتلاقيها مرتفعة في البروتين وفي نفس الوقت دي يقدر تستطيع الأغنام أنها تتغذى عليها يبقى أنا وفرت لها الأغذية المتوضعة أو الأغذية اللي هي ملائمة لتربية الأغنام والماء كذلك أنا من دمن أننا أشوف عندي اكتصاد التسمين أننا بشوف منظم عملية التناسل وحصل على معدلات نموة عالية وفي نفس الوقت أحصل على معدلات ولادات عالية إحنا قلنا الأغنام والماء يتميز فيه ولادة التواقف يبقى أنا بنظم عملية التناسل في داخل القطيع الميجي مثلا في دخول الشتاء لازم أن نظم عملية التوالد بتلاقي عندي الحليات كثيرة وموجودة جدا عشان تتغذى على البرسيم اللي هو موجود بخلاف لو عندي حليات أو بدارة موجودة في فصل الصي فصل الصيب وفي ارتفاع درجة الحرارة وفي نفس الوقت الحيوان بيحجف قليلا على التغذية لأنه عايز يستهلك كمية غزة أكتر من الماء فبالتالي حيوات عندي ممكن تنفق في هذه الفترة فأنا بنظم التناسل داخل القطيع حسب المواسم اللي هي موجودة من العلائق خصوصا العلائق اللي هي الخضراء لكن الأدبان موجودة على مدار العام أو سواء كان أشي الأرز موجودة على مدار العام اللي دي من ضمن المواد اللي أنا بقدر أتغذى بها أو بغذي بها الأغنام والماء يبقى أنا بنظم عملية التناسل عشان أحصل على معدلات عالية ثم أننا بدرس عملية التسويق إذا نفسها بتاع الأغنام والماء دي من ضمن الاقتصاديات يعني ايه ادرس عملات التسويق بالنسب الاغنام والماء انا النهاردة مثلا في شهر واحد على دخول مثلا شهر رمضان او على دخول مثلا الاعياد زائد الاطحى المبارك فببدأ ان انا انظم عملية الشيئة بتاع ببدأ اشتري مثلا في شهر واحد عشان هسمن هذه الحيوانات وانها تصل الى معايد التسمين المناسب والوزن المناسب المطابق للنوع واقدر اتخلص منها في عملية في الاعياد او في المواسم ودي من ضمنها اقتصاديات يعني ان انا بنشئ القطيع ازاي او بكون الاغنام ازاي او بجهز المواد الغذائية للاغنام ازاي بما يتلاءم مع الامكانيات السوق اللي هي موجودة مع نوعية الغذاء مع نوع المنتج اللي هو موجود عندي واللي انا هتلعه في المواسم والاعياد يبقى انا بسدرس حالة السوق هل السوق مرتفع فيه الشراء هل السوق منخفض فيه الشراء يبقى انا لازم اتطلب عندي دراسة ان انا ادرس حالة السوق جيدا أدرس حالة القطيع اللي هو موجود عندي دي كلها من اقتصاديات تربية الأغنام والماع زائد فيه عندي النمى حافظ على مستوى عالي من أفراد القطيع داخل القطيع عندي يبقى ما فيه عندي قطيع مثلا أو فيه بعض الأغنام أو بعض المائز بتتميز بإنتاج التوائب في بعض المائز بتولد عندي مثلا 3, 4, 5 تصل إلى 6 بالنسبة للمائز اللي هي الأنجلوبياء فهذه المائز دي موجودة عندي فلو موجودة عندي داخل القطيع أقدر أحافظ عليها لكن لو لقيت مائز عندي بتتميز أن تديني ولد أو اتنين خلال العام أو في البطن الوحدة لا أتخلص منها وخلي أو أستبقي على المائز اللي هي متميزة في إنتاج التناسل أو متميزة في إنتاج الولادات سواء كانت من الأجنام أو من المائز لأن أنا عندي بتكلم في اقتصاديات المشروع ذات نفسه في عند الأم دي تنهي عادتها مثلا حوالي عندي 3-4 سنية جابت لي في البطن أو أنتجت في البطن دي أنتجت 3 خلفات أنتجت 4 خلفات ملائة عندي الأغنام دي متميزة في إنتاج التواقب أو منتظمة في التناسل ما فيه بيحصل لها تفويت لعملات التلقيح والإخصاب لو هي محافظة على هذا النسبة أو كفاية الإنتاجية عالية يبقى لازم أستبقي هذه الحيوانات يبقى أحافظ عليها داخل القطيع وأعزل أو أن أنا أفرز زي ما تكلمنا في الحلقة الماضية أن أنا بستبعد الأفراد الضعيفة في الإنتاج ولكن بستبقي الأفراد اللي هي متبيزة في عملية التناسل داخل القطيع وفي نفس الوقت يدير تحافظ على مستوى القطيع اللي هو موجود عندي في داخل المزرعة زي ديه تعاني تاني بحسن عملية التحصين للحيوانات بصفة دورية يعني بغى أعمل عملية تجريع لهذه الحيوانات أنا عندي فيه أمراض موجودة عن خلال الطب البطري بيقول لي في شهر كذا مرض بيظهر كذا ومرض كذا لازم أحسن قبل معادة ظهور هذا المرض لازم قد المصل اللي هو موجود كجرعة وقائية لهذا المرض اللي هو موجود سواء كان جدر الأغنام أو إلى آخر من هذه الأمراض اللي هي موجودة يبقى بجري عملية التحصين لهذه الأغنام قبل شهر تمانية أو قبل شهر ستة لأن الصف بصفة عامة بيبقى مصدر للأوباء اللي هي موجودة والانتقال للأمراض فبالتالي لازم أحسن هذه الحيوانات في فصل الشتاء وأعمل عملية التحصين والتجريع لهذه الحيوانات عشان أتخلص من الدين الكابدية أتخلص مقد جرعة وقائية ضد أي مكروب أو أي نوع من أنواع الأمراض اللي سوف تنتشر فيما بعد داخل القطيع يبقى أنا حصنت قطيع عندي جرعت الحيوانات اللي هي موجودة يبقى أنا عملت كل العليا زائد التغذية يبقى أنا هنجح في عملية الاقتصاديات بالنسبة لمشاريع تربية الأغنام والمع كذلك أن أنا بسجل بيانات الحيوانات معنى إيه؟ أن أنا بسجل بيانات الحيوانات أنا هقدر مثلا أقول في الأم دي في الأول موسم لها أو أول ولادة لها إدتني اتنين الولادة التانية إدتني ثلاثة الولادة التالتة إدتني أربعة الولادة الخمسة إدتني واحد يبقى أنا بسجل الحيوانات أو بسجل الموليد لهذه الأم معنى ذلك إيه إننا الحيوان داخل عندي داخل قطيع بياخد كل حيوان رقم معين يعني إيه رقم معين بميز الأم رقم واحد والأم رقم اثنين والأم رقم ثلاثة والأم رقم اربعة الأم رقم واحد وضعت عندي مولود بسجل المولود الأولاني بقول ألف على واحد الولدة التانية لهذه الأم بقول بها على واحد الولدة التالتة لهذه الأم بقول جيم على واحد وهكذا لإن عندي الحروف الهجائية موجودة لحد ما اصل إلى نهاية عملية الانتاج والأم دي بدأت تضعف تناسليا فبالتالي بتخلص منها أنا كده بسجل لأم الأول والأم التانية نفس الطريقة لما عشان أقدر أميز إما أنا بعمل عندي عملية فارز ليه داخل القطية إما بفرس داخل القطية بفرس من خلال السجلات اللي هي موجودة عندي داخل المزرعة وفي نفس الوقت السجلات اللي هي موجودة عندي بقدر أحدد كمية العلاق اللي هي موجودة داخل داخل المزرعة أو الحيوان هيدر يستهلكها في اليوم أو الحيوان هيدر يستهلكها في خمساشر يوم أو الحيوان هيدر يستهلكها في حوالي شهر أو الحيوان هيدر يستهلكها على مدار العام لازم أخزم مجموعة من الأدبان لازم أخزم مجموعة من أش الأرز لازم أخزم مجموعة من الأعلاف البركزة من النخالة من الدشيشة حسب المواسل اللي هي موجودة عشان السعر عندي ما يرتفعش يبقى أنا مخزن جميع الأعلاق اللي هي موجودة الاقتصاديات دي اللي سيبقى حافز على كل الحاجات اللي هي موجودة عندي. سواء كانت رعاية بيترية. سواء كانت تغزية. سواء كانت حيوانات موجودة. سواء كانت تحسينات. كل دي بتطلب عملية اسمها اقتصاديات. تكوين مشاريع الاغناب والمعج. او ادارة مشاريع الاغناب والمعج. من خلال السجلات. بقول عندي. نفترض الام بس مثلا هيكون مكرر لها من الاعلاف حوالي نص كيلو جرام. بضرب عدد القطيع اللي هو موجود عندي. في عدد في كمية الغزة اللي هي اتخذها من قش الأرز او من الادبان او من انواع العلاق. زي العلاق اللي هي الخضراء. بقدر احدد مساحة العلاق الخضراء بما يتناسب مع قطيع الحيوانات اللي هي موجودة عندي. ده من خلال السجلات اللي هي موجودة عندي. اقدر احصر وطلع كل البنات اللي هي موجودة. لان من خلال السجلات اقدر اميز الحيوانات من بعضيها. اقدر اشوف الموقف المالي للقطيع اللي هو موجود عندي. هل الموقف المالة عندي ثابت? هل الموقف المالة عندي آآ مرتفع? يبقى ايزا ببيز آآ الاغنم مع بعضيها او القطعام مع بعضيها من خلال ان انا بشوف افحص السجلات. اشوف الام دي ولدت عندي امتى? اشوف التانية دي ويه امتى? اشوف التسمين ده وعندي تكلف قد ايه? خلال دورة التسمين. خد اربعة طن علف. بضرب اربعة طن علف في كمية العلف الموجودة في سعر العلف اللي هو موجود. وفي النفس اللي وقت بوزن هذه الحيوانات. اشوف معدل الزيادة الانتاجية لهذه الحيوانات. لان لازم عشان اقف اقدر اقف على رجلية. بشوف كمية الحاجات اللي هي المستهلكة. زي مستلزمات الغذاء. زائد ان انا بطرح منها او بنطرح مستلزمات الغذاء اللي هي موجودة التكليف التغذية. ناقص الربح اللي هي موجودة عندي اللي هو التكليف التغذية لهذه الامها. من العلاقة الخضراء. من مستلزمات الانتاج. واشوف نفس الوقت للحوان ده وتوصل وزنه قد ايه هل النهاردة كان 30 كيلو بعد نهاية التسمين وزن الحوان بقى 60 كيلو بقى 70 كيلو طب استهلك عالف قد ايه كل ده من خلال السجلات اللي هي موجودة عندي اقدر استقلص كل البيانات واقدر احدد الموقف المالي في المزرعة من خلال السجلات اللي هي موجودة ومن ادارتي لكطعان الاغنام والماء زائد في ايه عندي تاني بلاحظ ان في عندي بعض الحاجات حبدأ اشغل المزرعة يعني هشغل المزرعة ازاي داخل المزرعة كونت القطيع اسست القطيع شفت انا المساكن انشغالة ازاي بنتقل الى نقطة اخرى ايه العمليات اللي انا بعملها داخل المزارع الاغنام والماعج بمعنى ايه هل في عمليات بتتم داخل مزارع الاغنام والماعج طبعا في عمليات بتتم داخل مزارع الاغنام والماعج زي عملية ايه عند عملية التغذية عند عملية الساقي عند عملية الترقيم لهذه الحيوانات عند عملية النمى بقدر العمر لهذه الحيوانات عند فيها عملية تانية عملية الخاص لهذه الحيوانات عند فيها عملية تانية عملية الجز لهذه الحيوانات عملية الجز بيتطلب مهارة فائقة للجزاز او اللي هو العامل الفني المتخصص في ادارة مشروع تربية الاغنام والمعش قبل ما يبدأ عملية الجز بيعقب عملية الغس لهذه الاغنام من خلال المقطس اللي هو موجود عندي في يوم يكون مشرك الشبس يكون موجودة دي كلها عمليات فنية في عنده عملية الخاصة لداخل قطعان الأغنام والماعز أم عنده فيه أغنام زائدة عن حاجة القطية بوجهها إلى عملية التسمين وبستبك الأغنام أو بستبك الزكور اللي أنا هدخلها أو أعملها عملية إحلال مكان الكباش اللي هي موجودة في عملية التناسل وبضطر بعزل الحيوانات الأخرى من الزكور ودخلها في داخل التسمين العام كل دي عملية فنية بتدور داخل قطعان أغنام والماعز أول حاجة من عملية الأعمال اليومية والموسمية اللي بتتم داخل الأغنام والماعز عندي فيه ممكن أعمل عملية إزالة الغدد الرائحة ممكن أعمل تنظيف للحافر أو أعمل عملية المسكن للأغنام أو أعمل عملية باتر الزيل وباتر الزيل في الأغنام اللي عندنا غير مستحبة في الأغنام المصرية اللي هي موجودة عندنا من خصائص البيئة المصرية أنها تبتر زيل الأغنام اللي موجودة لكن في عملية بتر للزيل في الاغنام ال洒نبية ودي بيكون موجودة في الخار في عملية التسنين زي تقدير العم في عملية يومية بتتم داخل او حزاء الاغنام طيب انا دخلت داخل الاغنام والمائ its او داخل اللي هو ماسكن بتاع الاغنام والماع لو انا عندي مثلا في الحزيرة عندي وعايز امسك الاغنام والماع في عندي حاجة اسمها عصا عصا المسك يعني ايه عصا المسك عصى المسك دي بتكون عصاء عصاء على شكل منعوجة فيئة المقدمة وان انا بقدر اتحكم فيئة الاغنام بمسكها من خلال هذه العصار طيب لو اما عندي هذه الاغنام في الحظير لو عندي الاغنام دي موجودة في الخارج في المزرعة في الخارج بيتلاحظ ان الراجل اللي هو اللي بيقوم بعمل تنبيه الاغنام والمعج اللي هو الغنام او الراجل اللي هو الفني بيمسك هذه الاغنام في المزرعة بيقترب من هذه الأغنام فيه هدوء عند عملية التجمع وبيقدر أنه هو يسيطر على الأم أو بيسيطر على الأنسة أو بيسيطر على الفرد اللي هو هيقدر يمسكه البديع كلها أسمع عملية إزاي كيفية مسك الأغنام والماء مساكن الأغنام والماء داخل الحظيرة وفي عندي مسك الأغنام والماء عندي في حاجة اسمها عصر راعي لو أنا دي بستخدمها في حالة الحيوانات المكون في خارج المزرعة عندي إن أنا بمسك الحيوان في المرع لو أنا همسك الحملات المجن الحملات من مكان إلى مكان احنا قلنا في عندي حجر العزل وفي حجر الولادة هلمسك هذا الحولي أو هذا التس من جلد هذا الحيوان أو من شعر هذا الحيوان نفترض أنه هو حولي صغير يبقى أنا فيه كيفية المسك بالنسبة لهذا الحمل اللي هو المولود الصغير إن أنا بمرر إحدى اليدين خلف الرجلين الأماميتين مع لف اليد الأخرى خلف الوركين ثم بعد ذلك برفع وبضم هذا الحولي على صدر الماسك يعني على صدر الغنام أو على صدر مربي الأغنام والمعز وبعد ذلك بيبدأ إنه هو حينقله سواء حينقله فيه سيارات أو حينقله من حوشة إلى حوشة أخرى أو حيدخله دخل حزيرة تانية عشان خاطر يقوم بعملية التسمين حسب الكلفية أو حسب الطريقة اللي هو هيدخل بيها أو إنه هو حيربي الحالات هي موجودة عنه سواء كان بيلا حيتلحها للبيع أو حينقلها على العربية أو حيدخلها من حوشة إلى حوشة أخرى هيبدأ عاملة العزل ويدخل عاملة التسمين بعد السلوكيات غير مرفوضة ما معندي أغنام والمعز ما أقدرش أشد الأغنام والمعز أمسك بطريقة خطأ ليه الأغنام والمع عند فيه الجانب الشمال كده فيه طريقة خطأ ليه أمسك الأغنام والمع لكن في اليمين أدي كيفية أمسك الأغنام بمسك من القرون الأمامية للأغنام عشان أقدر أتحكم فيه ما أقدرش أمسك الأغنام من الرجل لكن أمسك الأغنام خصوصاً الكباش من القرون اللي هي موجودة بالتالي أقدر أتحكم في هذا الحيوان ما أقدرش أشد الجلد هذا الحيوان وأمسك الأغنام لكن اتحكم في هذا الحيوان من خلال رأس هذا الحيوان طيب بالنسبة للمعز اتحكم في المعز ازاي او امسك المعز ازاي الارن مع الازن بتاع هذا الحيوان اللي اتنين مع بعضيهم الارن مع الازن احدى الازن وبتطرق في اللحظة دي اقدر اقود الحيوان او اصحب الحيوان من مكان الى مكان اخر ما اقدرش اصحب الحيوان من رجل هذا الحيوان الرجل ممكن تنكسر مني يبقى انا بأصحب هذا الحيوان بالنسبة للاغنام من مقدم الرأس من القرون مع الأذم بالنسبة للمعج. وده طريقة لكياضة هذه الحيوانات. طيب أنا عايزة رأية هذه الحيوانات. عايزة أقوم بعملية الجزة مثلا لهذه الحيوانات. يعني بجرأ عملية الترقيل. هل أخش إزاي على الحيوان أو أمسك الحيوان إزاي من خلال إيه؟ من خلال بعض العملات اللي أنا بعملها. لازم أقف على يسار الحيوان وبمسك المخطم باليد اليسرى. بمسك المختم بيد الوسرة والمؤخرة بيد اليمنى لهذا الحيوان. وبسني الرأس والركبة بشدة على الجانب الايمن فيقع هذا الحيوان جالس على الارض. بقدرش امسك هذا الحيوان من رجله وروح جاي يقلب هذا الحيوان لان الرجل او بقدم الرجل توقع ان رجل خلفية او رجل امامية ممكن تنكسل مني. انا بخش من الجهة اليسرى على يسار هذا الحيوان. وبقدر امسك الرجل اللي هي مقابل. مش الرجل المقابلة لوش الغنام او وش القائم. لا الرجل اللي هي الخلفية. اللي هي ناحية اليسرى من هذا الحيوان. وبقدر اشير الرجل هذا الحيوان. ازح باصبح هذا الحيوان جالس على المقعدة. وبالتالي اقوم بعملية الجز اقوم بعملية الخاصي. حسب الطريقة اللي انا هقدر امسك فيها هذا الحيوان. او ان انا رأت هذا الحيوان. بقى انا اتحكمت في هذا الحيوان. طب انا لو عزنت الهذا الحيوان. زي ما عرفت طريقة المسك لهذا الحيوان. ان انا بدخل اليدين خلف الرجلين الأماميتين لهذا الحيوان لو كان حمل صغير وبرفع الرجلين وبضم بقتل هذا الحيوان على صدري عشان أقدر أننا أنقله من مكان إلى مكان آخر طيب لو نفترض أن الحيوانات ديت عندي مجموعة من الحيوانات لا عايز أكدها أو إنما أركبها في داخل عربية عشان أنقل هذا الحيوانات بعمل إيه؟ في عندي حاجة اسمها سلم الوزب أو سلم وزب يعني إيه؟ يعني صعود الحيوانات على السيارة أو على وسيلة النقل اللي هي موجودة عند بضع سلم السلم ده بيكون مجهز ارتفاع حوالي 2 متر أو 3 متر العرض هذا السلم بيكون حوالي متر ونص بيكون هذا السلم مدرك شبيه كده عشان ما يكونش فيه عاملات انزلاق لهذه الحيوانات وفي نفس الوقت بحجز على هذه الحيوانات في مكان حجز لهذه الحيوانات وبضع السلم وبضع السيارة أو بضع الوسيلة خلف السلم أو السلم موجود عليها عشان تخود هذه الحيوانات وبوجهها الى السيارة دي كيفية اننا انقل الحيوانات من مكان الى مكان اخر طب لو انا عايز اشحن هذه الحيوانات او اننا انقلها من مكان الى مكان اخر انا قلت كده حيوانات طب عايز اشحنها هل اشحن الحيوانات كلها الصغير والكبير كله مع بعضه لكن بحدد حجم هذه الحيوانات باول خطوة عندي في عملية الشحن او عملية النقل من مكان الى مكان اخر أن أنا بحدد الحيوانات المراد شحنها. هل هي أمهات كبيرة؟ هل هي أمهات عشار؟ هل هي أمهات والدة؟ هل هي حوليات صغيرة؟ يبقى أنا بحدد أنه هنقل إيه؟ هنقل أمهات كبيرة؟ هنقل أمهات عشار؟ لو هنقل أمهات عشار يبقى بشوف المكان اللي هو السيارة حجمها قد ايه؟ بما يتلسب مع حجم الأم اللي هي موجودة. مقدرش أضع حوالي 30-40 رأس من الحاشiet اللي هو العشار. ما فيه مكان متر في اتنين متر. يبقى انا لازم اشوف حدد حجم هذا الحيوان بما تلاسب مع نوع السيارة او مع نوع الشاحنة اللي هنقل فيها هذا الحيوان. دي اول خطوة بعمل. الخطوة التانية بعمل ممر من الحواجز الخشبية اللي هي موجودة. بحجز على الاغنام اللي هي طاعة على السيارة اللي هي موجودة. على السل. فبعمل ممر من الحواجز الخشبية عشان اقدر اتحكم في قيادة هذه الحيوانات. زاد ايه تاني؟ بدفع الحيوانات المراد شحنها نحو السلم عشان تسب على السيارة اللي هي موجودة. مش عملت دفع ان انا غزبا عنها. لكن الدفع عملت ان انا بحاول اقود هذه الحيوانات امامي عشان تسب على السلم. وفي نفس الوقت تدخل هذه السيارة وبعد ما دخول هذه الحيوانات للسيارة فبقى في الباب الشاحنة اللي هي موجودة عندي. وطبعا ببقى فيه ارتفاع احنا قلنا في الارتفاع الشاحنة بتكون حوالي اللي هي عشان الحواجز. هل هي تبقى حواجز مجهزة بهذه الطريقة زي ما احنا هنشوف مع بعض ايه في الصورة فيما بعد لكن هناك احتياطات لازم راعيها ان ما جاء اشحن هذه الحيوانات عدم تزاحم الحيوانات هشوف المكان اللي موجود فيه الشاحنة دوت هل مساح تؤدي ايه بما يتلقى ما حجم هذه الحيوانات اللي موجود المكان ده يسع عشرة المكان ده يسع عشرين في الشاحنة يبقى عدم تزاحم الحيوانات اثناء عملية الشح دي من ضمن الاحتاطات اللي لانا براعيها كذلك بقي هذه الحيوانات من اشعة الشمس لازم تكون الشاحنات اللي هي موجودة ديت لكون مغطاة عشان خطر انها هتسافر الى مسافات بعيدة ممكن انها هتسافر المسافات تقعد حوالي 24 ساعة في الطريق لازم ريح هذه الحيوانات حوالي اربعة الى خمس ساعات او على الاقل ساعتين اي ثلاث ساعات عشان الحيوان ينزل من هذه السيارة او من هذه الشاحنة يتغزى على الاكل ثم يشرب الماء ثم يركب مرة اخرى لو انا هنقل في مسافات على هذه المسافات بتستغرق 24 ساعة لكن انا لو هنقل مسافات السوق قريب مني حوالي ساعتين ثلاثة مش لازم ان انا سقط الحيوانات او ان انا اعمل فترة استرخاء في الطريق عشان ادزل الحيوانات لان هي ساعتين ثلاثة لحد مصر لكن انا لو هنقل من محافظة بعيدة الى محافظة اخرى او من منطقة الى منطقة اخرى وهذه المنطقة او من دولة الى دولة اخرى لازم يكون مجهز عندي السيارات فيها الاغذية موجودة فيها الماء اللي هو موجود عشان الحيوان يقدر طبعا يعيش او يقدر انه يكيف نفسه مع الغذاء اللي موجود كذلك باتخذ الاجراءات الصحية لعدم نقل الامراض لو انا عندي فيه حيوان فيه عندي مصابة انواع من الامراض في داخل القطيع هذا الحيوان بعزله تماما ما حطوش مع باقي افراد القطيع في الشاحنة للنحية الامراض اللي هي موجودة عندي في داخل اللي باقي الافراد كذلك بمسك الحيوانات بعناية وخاصة الحيوانات اللي هي عشار لازم الحياة في العشار دي يحترس جدا 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 في تسلق هذه الحيوانات للشاحنة او في ركوب الشاحنة وفي نفس الوقت براع حجم الام او حجم الانسة مع عدد الحياة اللي هي موجودة مع المساحة المطلوبة في الشاحنة او المساحة الموجودة في الشاحنة نفرد المساحة الموجودة في الشاحنة حوالي بتسع الى حوالي عشرة. عشرة من الحيوانات اللي هي الامهات. يبقى انا ما احطش اكتر من عشر من الامهات في الشاحنة اللي هي موجودة. احط عشرة فقط او احط تمانية. لان هي اترك مساحة للحيوانات ما تتحرك في داخل الشاحنة. ان ممكن يحصل عاملية الولادية داخل الشاحنة. يبقى عشان خطر الامهات بتسابش على بعضها البعض. ويؤدي عاملية النطح. وفي نفس الوقت بفقد جزء من الاغنام لان الاغنام عشاء. فبالتالي باتخذ الحذر ان انا بشوف المساحة المطلوبة عندي مع حجم الام اللي هي موجودة من الاغنام والماع. كذلك بتوقف زي ما قلت لساعدتك في محطات للراحة خصوصا لو انا هنقل الى مسافات بعيدة. المسافات دي تستغرق 24 ساعة من محافظة الى محافظة او من من بلد الى بلد او من دولة الى دولة. لازم اجهز الامكانات لهذه الاغنام. واتوقف في محطات للراحة له الشرب الى اخير. يجب ان تستريح زي ما قلت لساعدتك من اربعة الى خمس ساعات كل اربعة وعشرين ساعة. عشان الحيوان يقدر يتغذى على الاطل اللي هو موجود او على الطعام اللي هو موجود. وفي نفس الوقت ان هو يقدر يشرب الماء اللي موجود عشان يقدر يعود تكاليف النقل او يعود اه المجهود المبزول اثناء عملية النقل. دي شاحنة زي ما قلنا اللي حضرتك عليها. دي شاحنة بيكون حوالي بتفحها حوالي اه اتنين متر. طولها بيكون حوالي عشرة الى خمستاشر متر. عرضة هذه الشاحنة بتكون تلاتة متر. بتكون مجهزة. الاماكن فوق بتكون مزللة عشان اشعة الشمس. فيه فتحات في اللجناب عشان خاطر عملية التهوية اثناء عملية النقل. في عملية تانية من ضمن العملات اللي احنا بنقولها. احنا قلنا اتكلمنا كده على عملية النقل. في حاجة اسمها عملية التركيم داخل حيوانات المزرعة. يعني ايه التركيم? كلمة التركيم انما بدي لكل حيوان بميز كل حيوان بدي له شخصية معينة. ليه? لان الحيوان مثلا رقم واحد بقول له ده بتميز باغنام مثلا الرحمن. لو في عندي حيوان اتنين بسجل اقول له الحيوان ده رقم اتنين اغنام مثلا البارئ. بقول حيوان رقم تلاتة عندي اغنام السفول. او ايه لاخره من انواع المعز? يبقى انا ببيز كل حيوان عن الاخر. بدي له رقم. عشان ايه? عشان انا بسجل عندي في داخل السجلات. الحيوان ده وحصل له عملية تلقيح واخصاب وحمل. يبقى انا قدرت اعرف ان الحيوان ده هو رقم واحد. هيولد معادي لدي منتظرة امتى? بعد اربع شهور او خمس شهور من عميزة التلقيح والاخصاب. فلازم اشخص لكل حيوان رقم معين. عشان اسجل في السجلات. وفي نفس الوقت اشوف كمية العلاق المستهلكة على مدار اليوم او على مدار السنة او على مدار الشهر اللي هو موجودة عندي. من خلال السجلات اللي هي موجودة. ومن خلال التركيم يبقى مميز كل حيوان الاخر. وفي نفس الوقت بمميز الولدات اللي هي موجودة. من خلال التركيم. زي ما اقول تحتاجك. رقم واحد. بقول الام اللي انتجت مولود اول واحد. يبقى الف على واحد. المولود التاني يبقى به على اتنين. على واحد. يبقى المولودة التالت. يبقى جيم على واحد. وهكذا يبقى اذا بوصف كل حيوان برقم معين. وبميز الحيوان من الاخر من خلال الارقام الموجودة على دبلة الازم بتاع هذا الحيوان. اذا كنت هرقب عن طريق الازم. فالتركيم هنا او ان انا برقم من خلال النمر المعدنية. او فيه نمر بلاستيك. هذه النمر بتكون موجودة فيه سوان الازم بالنسبة للاغنام والمع. في عندي عن طريق آلة التركيم. اللي هي ممكن عن طريق الواشم. او ان انا برقم عن طريق استخدام الطلاق. ان انا بجيب اي لوم الوان عن طريق فرشة. وبدهن ارقم هزه الحيوانات. يبقى فيه تركيم عن طريق الطلاق. فيه تركيم عن طريق الواشم اللي هزه الحيوان. ما جوشم بوشم على ازم الحيوان. عشان خاطر الواشم ده. اول عن طريق غاز سائل النيتروجين. بيتم من خلال آلة الواشم. وبميز كل حيوان من الحيوانات الاخر عن طريق الارقام. من خلال عملية الوش من هذه الحيوانات لكن فيه نمارة أرقاب معدنية أو نمارة أرقام بلاستيك دي بتركب الدبل اللي هي موجودة في أرقام الحيوانات أو في أزن الحيوانات اللي هي موجودة عندي ومميز كل حيوان من الآخر من خلال عملية التركي فيه عند عملية أخرى من ضمن العمليات التي تتم داخل المزرعة اللي هي عملية الخاصة للذكور الزائدة اللي موجودة داخل القطية فيه عند زكورة عوزة وجهة لعملية التسمية لازم اعمل عامية الخاصي لهذه الحملان اللي هي موجودة عشان يسمينها عشان يطلعها عندي فيقى اللحمة فيقى العيدة القطع المبارك فبالتالي بدنا بحاجة الخاصي بيحسن من خواص الزبيحة وبيحسن من جودة الزبيحة اللي هي موجودة عندي وبيحسن من كيمة اللحم المنتج داخل الزبيحة في ايضا عملية اخرى بتتم اللي هي عملية تقليم الازلاف عملية تقليم الازلاف هذه العملية دي بتتم مع عملية الجز بالنسبة لهذه الاغنام. اما اجري عملية الجزة يعني ازالة الصوف على جسم الاغنام بيجري بيجري معها عملية مع عملية التقليم للازلاة. الحيوانات بعد كبر السن او بعد سنة سنتين تلاتة خصوصا حسب طريقة الماشي ازا كنت انا هوقف عندي في داخل المزرعة او ان الغنام دي هتسرح في داخل تسرح الى بتنتقل من مكان الى اخر بحث عن الغزاء. لكن في ميزة للاغنام اللي هي بتنتقل من مكان الى اخر بحث عن الغزاء. بيتلاحظ ان كل عملية الماشي وهي ماشى مع عملية الماشي. بيحصل تقليم مباشرة للازلاف لهذه الحيوانات. لكن مكس الحيوانات في داخل القطيع عندي بيؤدي الى بروز في الحوافر اللي هي موجودة للاغنام والمعد. فبالتالي باجري عملية تقليم لهذه الحوافر اللي هي موجودة عشان خطر الاغنام دي تمكس في القطيع. وايضا في عندي اللي هو الحزيرة عندما تكون مبطنة بالاسمنت او الخرصانة. فبتؤدي الى ظهور البروز اللي هي موجودة على الحوافر. بعكس الارضية الترابية. الاغنام بتسرح رايح جاي. معنى ذلك انها بتتخلص من الحوافر الزائدة اللي هي موجودة على سطح الحوافر الموجودة. ودي اللي عملية باجريها اثناء عملية الجز بالنسبة لها الاغنام والمعد. في عملية تانية زي ما قلناها اللي هي الخاص. الخاص دي طبعا بيبقى لها عملية خطوات للاغنام والمعدة. طيب انا عشان اقدر العمر في عملية اخرى بتتم داخل القطيع. احنا قلنا في الاول في امهات كبيرة سنة او سنة ونصف. في عندي صغير تمن شهور. طيب انا عايز احدد او اميز كل حيواني ازاي. وانا كراجل صاحب مزرعة. عايز اشوف الحلو ده وتسينه قدي ايه. اشوف الاسنان اللي هي موجودة. لو اقل من سنة يبقى في اسنان لبنية موجود. لو سنة يبقى اسمه كاسر جوز. يبقى وروز الاسنان اللي هي اللبنية. وتحولت اكتر من سنة. بتبقى كاسر جوز. في عندي اربع اسنان موجود. في عندي سنتين يبقى كاسر جوزين. وهكذا. تلات سنين يبقى كاسر تلات سنوات. اربع سنوات يبقى ديها تتطأ مقافل. خمسة لست سنوات دي الاسنان بتكون خلاص. الاغنام بتكون اه مسفرة. وممكن يحسس فقد لبعض الأسنان يبقى من خلال التمييز لهذه الأسنان سواء كان الأسنان اللبنية أو الأسنان المستديمة أو القواطع اللي هي موجودة أو القارحان أو السوانيان دي كلها مسميات للأسنان اللي هي موجودة للقطيع الأغنام والمع لو لقيت عند الأسنان صفراء أو في فقد لبعض الأسنان يبقى دي أغنام أنهت حياتها الإنتاجية بيت أكبر من أربع سنوات وبالتالي بتخلص منها وبفرسها خارج القطيع عندي عن طريق عملية التسمين إلى آخر من هذه الأغنام في عند بقى المراعي بالنسبة لأغنام والمع يعني إيه المراعي أو طريقة الرعي بالنسبة لأغنام والمع أهمية المرعة المرعة للأغنام تعتبر من دمن الأهميات الاقتصادية في تربية الأغنام والمع الحيوانات اللي هي الأغنام والمع بتحب دائما أنها تسرح بحسا وراء الغذاء يبقى من دمن الأهميات أنه وبيتنشط الأغنام تنسليا لأن الحركة بتزيد أما خرج الأغنام عندي من داخل الحزيرة إلى خارج المرأة الأغنام عندي بتزيد بحثا وراء الغزاء فبالتالي بيرتفع كفاءتها الانتاجية بالتالي بتخرج إلى أشعة الشمس فبالتالي بيزيد الكفاءة التنسلية وبالتالي بيزيد الانتاج بالنسبة لهذه الحيوانات عملية الخلوة والدخول لهذه الحيوانات بينشط الكفاءة التنسلية لهذه الحيوانات بعكس الحيوانات اللي هي أن مربيها ماكس داخل القطيع الحالات اللي بربيها عندي داخل القطيع ده حيوانات تسميم مقدرش أتحركها خارج القطيع لان انا بعزلها بودة 3-4 شهور او بتصل الى 6 شهور بغرض التسميم فبلاحظ ايه بالنسبة لسلوكات الاغنام والماعز ان في بعض السلوكيات للاغنام والماعز داخل المرعة او في سلوكيات الاغنام والماعز داخل الحزيرة اللي هي موجودة لو الاغنام والماعز دي عندي هتسرح داخل او خارج الحزيرة يعني في المرعة احنا بنقول ان الاغنام والماعز بصفة عامة بطرعة قريبة من سطح الارض اللي هي موجودة فيها لكن المعز بتحب انها تتسلق الجبال بتحب تتسلق الشغيرات والاشجار فبالتالي بحثا عن الغزاء فلاحظ ان في بعض السلوكيات للاغنام تختلف عن بعض السلوكيات بالنسبة ليه البعض احنا عارفين ان المعز خفيفة الحركة بعكس الاغنام اللي هي موجودة بتكون حركتها ضعيفة فبعمل ايه في المرعة انما لو انا هسرح هذه الاغنام الى خارج المرعة عندي بعمل ايه بقسم المرعة الى اجزاء معينة معنى ذلك ايه اجزاء معينة ايه نفترض انما مثلا عندي حوالي فدنين ثلاثة حسب القدرة المالية بالنسبة للمربي فبخصص كل يوم او كل اسبوع جزء من الارض بحيث انها تنهي على المحصول الاخضى اللي هو موجود وانتقل الى جزء اخر او الى مساحة اخرى بالنسبة للتخزيه للاغنام والمعز ده سلوك الاغنام في داخل المرعة او اه ان الاغنام بتحب انها تبطرع قريبا من سطح الارض بعكس زي ما عكس المعز لكن انا لو جيت لخصت بقى الحلقة اللي احنا نتكلم فيها او الموضوع اللي نتكلم فيه بنقول فيه عمليات يومية او عمليات دورية او عمليات اسبوعية لحيونات المزرعة اللي هي موجودة من الاغنام والمعز قلنا فيه عندي عملية ناقل الاغنام والمعز ازاي مع فانية ناقل الاغنام والمعز نفترض ان ننهنقل الاغنام والمعز من خلال شاحنة الى مسافات بعيدة انقل هذه الاغنام والمعز الى مسافات بعيدة اه لو تعدت الاربعو عشرين ساعة من منطقة الى منطقة اخرى لازم اوقف هذه الشاحنة مدة اربع ساعات او خمس ساعات باحثة عن الغذاء او الناس للاغنام والمئة لكن انا لو انا جيت من السوق ني انا قريب للسوقeen خلال ساعتين او ثلاث ساعات او اربع ساعات لا اتوقف فيه الطريق عشان عملية السائل وعملية الاغنم والماع كذلك من ضمن العملية اللي هي موجودة في عمليات التركيم بالنسبة لي حيات المزرعة والتركيم عن طريق ايه في عملي تركيمد الواشم فيه عند التركيم عن طريق النمر المعدنية او نمر البلاستيك فيه عند التركيم عن طريق الطلاق اللي هو موجود لكن لو انا هركب النمر المعدنية سواء كانت بلاستيك او نمر ارقام معدنية عامل خلال الرقامة فبعطي لكل حيوان رقم معين في داخل المزرع عشان اقدر اميز هذا الحيوان من الاخر عند الولادات عند البيع عند الشراء عند عملية التغذية كل ده بتتم داخل المزرع زاد ايه فيه عند عمليات تانية بتدم داخل المزرعة من دم العمليات. في عندي عملية الجز بالنسبة للأغنام والمعج. قبل عملية الجز في عندي عملية تغطيص للأغنام والمعج. انما بقى نزل الاغنام والمعج داخل المقتص. عشان هده خلص من من ال bearingات اللي هي موجودة على صوف الأغنام اللي هي موجودة. قبل عملية الجز. و و و و قبل عملية الجز. لازم اشوف مكان نضيف لعملية الجز. دي كلها عمليات يومية بالدم بداخل المزرعة. زائد ايه في عندي تاني? في عملية اللي هي果ست سنين. يعني عملية تأدير العمر بالنسبة للأغنام والماعز. عملية تأدير العمر للأغنام والماعز. احنا قلنا الأمهات أول سنتين اللي هما الأسنان اللبنية ثم الأسنان اللي هي القواطع اللي هما الأربعة. ثم الدروس ثم القارحان. وده اللي احنا هنشوفه في الحلقة القادمة أعزائي ساعدنا بكم في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة